على أي كلام؟ على الكلام نتحدثت بي عن التفكير الأمريكي الإسرائيلي الستراتيجية التي وضعوها في تمزيق العراق أقليم سني أو دولة داعشية أو تمزيق العراق شوفي عيني اليهود دوخوا الله سبحانه وتعالى 45% من القرآن الكريم على بني إسرائيل وعلى اليهود واليهود هم صنعوا أمريكا وهم أسسوا نظامها السياسي وحينما بهذه السبعين ثمانين سنة اللي فاتت اليهود بروا بثلاث براحل الأولى أن يوجدوا وطن قومي وأوجدوه طبعا اختاروا لهم البريطانيين والأوروبيين أغنى بقاء العالم أن يأسسوا لهم وطنهم ما قبلوا رادوا فلسطين لأنهم بقياسهم عقائدي وتوراتي المرحلة الثانية اللي مروا فيها بعد أن وجدوا وطنهم القومي هو أن يسووا محيط آمن المحيط العربي كان محيط معادل إسرائيل فركعوا العرب ووقعوهم على معاهدات سلام بالبسطال الإسرائيلي وركع العرب وصار السلام مرحلة الثانية المرحلة الثالثة اليهودي لم يطمئن لم يطمئن لأمنه بمعاهدات سلام موقعة راد يفوت بمرحلة أخطر وهي أن يكرسح العرب فيما يسمى بالربيع لكن أنت تتحدث بهذا الكلام تنطي انطباعا أنه العرب هو من يعني يمشي أوراء إسرائيل لشي يحتاج لها دليل جيبي لبلد ما وقع معاهد السلام مع إسرائيل سوريا فقط حافظ الأسد لم يوقع معاهد السلام ولكنه وقع ما هو أخطر وهو ينتظر التوازن السراتيجي مع إسرائيل حتى يخوض معها حربا وإذن بي حرب غير منظورة لم يوقع معاهد السلام صحيح فإسرائيل لم تطمئن لهذا الجو العربي المتخاذل لأن قد يأتي قائد عظيم وكبير يغير هذه المعادلة فدخلت بالمرحلة الثالثة وهي أن تكرسح العرب بالربيع العربي اشتركوا في القناة